أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا الموسيقى حاجة بتحسن الحالة النفسية لأي إنسان النهاردة معنا الدكتور فرج أبو السعود اللي هيكلمنا في الموضوع ده أهلا وسهلا بيك يا دكتور الدكتور فرج هو أول طبيب مصري متخصص في العلاج بالموسيقى ومش كده يا دكتور؟ طبعا أنا أشكر حلاتك على المقدمة اللي أنت قلتيها دي لكن الحقيقة هو العلاج بالموسيقى تحديدا ده علم تاني ولو ناسه يعني لكن التخصص بتاعي هو العلاج بالموسيقى التفاعلية للأمراض العضوية هايل طب بتعالجوا أي مرض فعلا يعني يعني ممكن ألام الظهرة أنا الظهري مثلا تعبني جدا هل تقدروا تعالجوا حاجة زي كده؟ معقولة طبعا فندم لا ده يعني لو تحب نعمل جلسة دلوقتي لو عايزة وإحنا عايزين؟ آه طبعا طبعا ده ألام الظهرة ده ألام الظهرة دي أبسط حاجة معانا ألام الظهرة يا جماعة أيوا أهلا وتعبت يا ظهر وتبهدلت الفقرات وركبنا له شريحة ودعا ما تحت الباط ها في تحسن كده؟ لا في تحسن أنت ساحر والله الدكتور ساحر أنا فعلا حاسة بتحسن رهيم لا لا يا فندم فقرة الساحر لسه اللي جاية مش دي بعدما أستاذ قزم السحر يزعل مننا لا يا فندم ده مش سحر ولا حاجة دي بتبقى أبحاث علمية ودراسات احنا عملين لا بالمناسبة أشكر الفريق الطب اللي معايا هم معايا من بدري من زمان جدا وقفوا جنبي من أول ألبوم الحقيقة فأحب أشكرهم جدا لا أهلا وسهلا بالدكاترة طب هتسمعوني أي كمان؟ يعني طب حضرتك بتشتك من إيه تاني أقول عادي؟ أه لا يا فندم عموما يعني لا حياة في الطب ولا حياة في التليفيزيون يعني على بعضه هو أنا فعلا عندي فسفوسة هنا فانية أنا حاولت داريها بالمكياج بس مفيش فايدة تمامي وقالوا لي ما يفعش معها أي حاجة خالص غير موجات صوتية لا 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 ما تسمعيش بقى الكلام ده موجات صوتية وبتاعي أنا صوت يوحش أما دي صوتية برضو لا أنا أقول لحضرتك يعني هتروح تدفعي بره وهيكلفك كتير وأنا موجود ما يصحش بس أكيد حضرتك بتاخد أتعاب برضو لا لا أنا ما بخدش فيزيتا معلش لو نقطة أوكي حاقي حاضر يا أستاذ حاضر يا دكتور أنا بتكلم هو طبعا دي بتبقى يعني أتعاب الفريق الطب اللي معايا فعشان كده ما أقدرش أرفضها يعني وبالنسبة للفاسفوسة نشوف فاسفوسة بتاعات حضرتك نعمل جلسة سريعة كده ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم حسن هي تحسنت قوي زي دهري بصراحة بص معلاش الأغنية دي أولا بتحتاج تعقيم من فعش تقل كده وأنا مردتش هتقل عليكي يعني ممكن نكون أقول ستي فسفستلي فسفوسة يعني كنا ممكن نخش في حاجات أتقل بس أنا محبيتش عمل ده متبقاش حلوة الحروف بتاعتها بتبقى نشفة فاملت بقى صدريفة خلاص أبقى أجي لحضرتك الهائية ده أه لا هي جلسة تانية إن شاء الله وتبقي زي الفل وبعدين على فكرة ممكن تحتاج موال أو موويل صوتية مش موجات صوتية بالنسبة للأمراض الخطرة يعني ربنا يشفي الجميع طبعا بس يا رب الأمراض الخطر زي أمراض القلب والجلطات و وأي حاجة بت شش جلطة ندمان عليها أنا بجد مش عارفة يعني تصفيق تصفيق حد فعلا يعني أنا الرسائل عمالة جيلنا كتير جدا بنسبة تدعي لك الحمد لله تدعي لكم أنتوا بجد فخر بالنسبة لنا وناس كتيرا بالفعل بدأت أنها تسيب المستشفيات ويلغوا أي حجوزات ويروحوا يحجزوا في ساقي تصاوي وبعض الأماكن في شرع الهرم مقرد معلومة حالا لسا من الكونترول المخرج بيقول لي أن الفنان الهضبة عمر اذياب هيفتح مستشفى في الساحل الشمالي والتذاكر هتبدأ بـ 300 جنيه اه لا لا ده اعرف ده صغف بقى عندك لقم نظيفة شغال فيها تلاقي الناس بقى دخلالك وانا عارب بني وفاقهم اطلعوا من عنده وعندهم اعراض جانبية ده ما انا مليش دعوه في نهاية حلقتنا بنحب نشكرك جدا يا دكتور ونشكركم طبعا معلش انا بس قبل ما الحلقة تخلص انا كنت بس كنت عاوز اقول يعني اغنية تانية سريعة كده بعد ازدق ماهومي للأسف في وقت البرنامج خلص كان نفسنا نقعد للصبح لا لا ده اغنية شبابية لطيفة يعني نفت بيه بس المخرج هينزل التتر حالا لا مش مشكلة انا ممكن اقول اغنية والتترات تنزل علي يعني ايام هنزل علي تترات مش موهم انا فيش اغناءات عملتها تترات بس على فكرة اوكي اتفضل اتفضل يا دكتور هي طبعا اغنية شبابية فهي معمولة علاج حب الشباب تحديدا يعني طيب معانا حب الشباب ما ترحم يا حب الشباب حب الشباب له تطلعلي في سن الشباب انا شايف الحب بيتفسح جنب اللي شناب انا شايف الحب بيتفسح جنب اللي شناب ما تجرب تطلع في قدية وبلاش وشي جنب عناية ده انا لسه شباب ده انا لسه شباب انا لسه شباب انا لسه يا شباب كان معكم على الإقاع الأستاذ الدكتور مجدي بربش أمراض جلدية كان معكم على الناي أمراض صدر ومشاكل رئة وكده الدكتور محمد مصطفى معانا على الأنون الدكتور محمود سرور ده مش تخصص حاجة خالص ده بيجي معانا كده أغلبا معانا الدكتور محسن علام أكورديون أمراض جلدية وتناسولية برضو بس كمان فيه معاه أجهزة عوضية وحاجات زي كده وكنت معاكم الدكتور فرج عبد السعود زيرو 12 514 38 9 على استعداد تام لكل جلسات العلاج الفردي والجماعي وإن شاء الله مفيش ألم مفيش جراحة بدون أي حاجة وبدون حتى ما تتوقع أي نتيجة تحصل من موضوع ده انا لسه شباب انا لسه شباب